السلام عليكم متتبعي وصفات اسماء مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة سنشارك معكم اليوم غلاس أو لاباني كيجي رائع منزل التحضير بمكونات بسيطة وبطريقة مبسطة ولا أسهل إن شاء الله هاد الوصفة نال إعجاب ديالكم ورجربوها خصوصا في هاد الجو الحار معلكم إلا تتابعوا لفيديو تل آخر باش تعرفوا على مكونات هاد الوصفة وكذلك طريقة المبسطة في التحضير وبالنسبة للمكونات غا نحتاج هنا كأس ديال الحليب السائل اللي بارد بزاف كريم شونتية بودرة وملعقتين ديال سكر سانيدة فلون فريز وكذلك هاد الباستا اللي بنك هاد الفاني غا نحتاج هنا للمركز ديال الفراولة أو للفريز اللي غا تطحنوه مزيان مزيان وتصفيو بالنسبة لهذا المركز ديال جا حضرتو معاكم في القناة غا نخلي لكم الرابط ديالو في العالمة ديال وكذلك في اول تعليق وفي صندوق الوصف هذا هو الصورة ديال فيديو خليت لكم هنا في الصورة هاد المركز كيجي رائع معاكم إلا تجاربوه بالنسبة لطريقة اول حاجة غا نحضروها هي الحليب اللي يخصوه يكون بارد بزاف 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 يكون من تلاجة ما يكونش الحليب عادي باش هاد الكريمة كتطلع وكتنجح للينا من اللي كنبغو نطلعوها غا نحتاج هنا البودرة الكريمة شونتي صاشية ملعقتين ديال السكر سانيدة بالنسبة اللي عندو الكريمة السائلة اللي يعني جاهزة ممكن أنه يستعملها يستعمل نصف لتر ديال الكريمة السائلة عيواض بودرة الكريمة شونتي كذلك غا نضيف هنا الف من DIY ممكن أنكم تعاودوه بالياغورت ضيال الفرز من البيز عن فرز تجربوا الفريز صدقوني أن هذا المركز يأتي بزوجة جيدة مع لكم إلا تجربوا وكذلك يفيدنا بزوجة في العصائر في الحلويات لديه عدة استعمالات سوف نضيفه هنا من بعد مما طلعت الكريمة هنا طلعت الكريمة مزيان وكذلك نضيف هنا الفريز لديه الفريز أو لأي فاكهة طحنوها مزيان صفيوها وضيفوها ونستمر هنا في الخلط حتى ينتاج مكونات كاملين وما زال تزيد طلع الكريمة حينت هذا الفريز كان ديجا عندي في المجمد يعني بارد عساعد أن الكريمة تزيد تطلع دغية وهذا هو القوام أو هذا هو الشكل تطلع الكريمة كيفاش خصوه يكون من بعد ناخد هنا الباستا اللي بالنكهة ديال الفانيلا ممكن إلا كانت عندكم غليظة قسموها على جوج ما عليكم إد إلا تدفيوها وتقد تقسم بسهولة هذه الزبدة اللي وسط منها كالدوب اللي عنده الباستا يستعملها بلا ما يقسمها وهنا من بعد ما صرحتها بهالطريقة يعني درت هدى الشكل هذا أعطيتني تقريبا هنا خمستاشر قطعة اللي جات التحت ديال المول غا ناخد هنا لابوش اللي غا تساعدني باش نوزع الكريمة هكا باش ما كيتحركش لي الباستا وما كت يعني كتبقا متماسكا مع بعدياتها هكا باش الكريمة كتشد فيها غا نستاعن هنا بلابوش اللي غادي نعمرها بالكريمة وغادي نقادة بهالطريقة هادي في الجوانب يعني لابوش غادي تساعدني بزاف هكا باش ما نخسرش الشكل ديال الباستا هنا غادي نحطوها بطريقة عشوائية ومن بعد غادي نقادوها نحطوها نضيف طبقة الثانية نضيف حتى متشكت يمكنك تقوم بأي نكهة يمكنك إضافة الشوكولات يمكنك إضافة الشوكولات يضيف قطع الشوكولات وياغورت الشوكولات وكاكاو يستعمل موس يقوم بالطبقة الثانية للباستا من فوق الكريمة نضيفها بسلوفين ودخلها حتى تجمد مزيان تقوم بالضغط على الباستا من الفوق لتماسك الكريمة وكتشد بها مزيان سوف نضيف المجمد حتى تجمد ويتماسك الكريمة مع الباستا سوف نخرجها ونوريكم الشكل ديالها من بعد اما جمدات سوف نحيد هنا المول يتحيد بسهولة ما يلسقط ماتشي حاجة وكان هذا هو الشكل ديالها من بعد اما جمدات وتماسكات شوفوا كيفها جات رائعة وشكل ديالها زوين وكذلك سهلا لأبسط درجة ما كتصورش سهلا بزاف بزاف اللي بغا يستعمل البيسكويت ديال اللي صابلي او لا اي بيسكويت اللي معروف ديال هيرنيس او لا اي بيسكويت ممكن كذلك انه يعوضها وكان هذا هو الشكل ديالها كتتقطع بسهولة شوفوا كيفها جات كتجيزبوينة وكتجي الباستالاسك على الكريمة ما كتتحيدش معليكم الا تجربوا هاد الوصفة سهلة في هاد الصيف وطريقة مبسطة كتحتافضوا بيها في بواطة في المجمد ووقت ما بغيتوها كتجيبدوها كتلقوها يعني واجدة وطريقة سهلة ومبسطة كتتحيد هكا كنقطعها بسهولة شوفوا الشكل ديالها كيفش كي يجي رائع وكانت هدي هي الوصفة ديالنا ديال اليوم كانت منها من الاعجاب ديالكم وتجربوها قولوا لي كيف جاتكم في التعاليق إلا جربتوها إلا عجباتكم هاد الوصفة بطبيعة الحال وأكيد بارتاجيوها مع الأحباب والأصدقاء ديالكم الناس اللي أول مرة كتدخل القناة ديالي وكتكتشفها كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بك أختي اشتركي في القناة وفعل الزر ديال الجرس باش توصل لي بالجديد ديال الوصفات وبارتاجي الفيديوهات مع الأحباب والأصدقاء ومع لكم إلا تابعوا مزيد من الوصفات وصفات سهلة اقتصادية مبسطة والأكيد أنها غتنجح معاكم من أول تجربة كنقول لكم من هنا شكرا على المشاهدة ديالكم شكرا على الدعم ديالكم المتواصل إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة